في إطار حرص وزارات الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجة نوكاد المرأة المعيلة واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان وذلك لتوزيع المساعدات عينية على هذه الفئات على مستوى الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين تسعى وزارة الداخلية إلى طرق كافة الأبواب لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في هذا الإطار واصلت الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان التي تستهدف توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بخاصة السيدات المعيلات وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة كلنا واحد مش بتروح بس المحافظات الكبيرة زي القاهرة والجيزة واللأدة بتجي الصعيد هنا هي المينيا وصاملوت وكمان الكرة كمان نشرفتونا الأرض ونشكركم وأنه متأمين بالزلط الأعاقة وأنه جيتوا المينيا والصعيد هنا وجابلنا المجابات الغزائية بنشكر الرئيس والله على اهتمامه لنا وعلى الزبات الموجودين بشكر بصراع على كل اللي بيأمنوا معنا يعني احنا ما فيش حد بيأمن معناهم اللي بيأمنوا قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسك مع قطاعات الوزارة المعنية ومدريات الأمن وجه مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم والمساندة والمساعدة لقاتل تلك المناطق ربنا يخليك يا رئيس لنا يا رب وقت لما تحتاجينا إحنا دايماً هنا ربنا يخليك وتحتاجينا حال الزالب يا رب مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تضمنت في مرحلتها الثالثة إلى جانب المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قامت بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاتل المناطق المستهدفة الذين أشهدوا بقوافل الدعم المتواصلة التي تقدمها الوزارة لهم والتي تأتي في إطار تفعيل مشاركتها المجتمعية كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية أنا جم التماء ومنك قريب أنا أدي لك عينية وأدي المسئولية قافلة طبية ممتازة جداً جداً كل الكشفات كانت أعتقد كانت موجودة كلها حاجة بصراحة مشرفة جداً وكويسة خالص فيها علاج وفيها تكاترة وفيها يعني حاجات كتيرة حلوة ومجانة باشكر سيات الرئيسة على اللي بيعملوا معنا يعني مبادرة كلنا واحد دي مبادرة من أحسن حاجة عملت كلنا واحد بتخفف الحملة وكدا وربنا يبارك لكم أنت والريف وربنا يجعلنا سعادة الريف تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن مادياً ومعنوياً لتخفيف الأعباء عنه تحيا مصر تحيا مصر موسيقى